سؤال تاني سيدنا إنجلنا محرف لما الولد في رابع ابتدائي حد يقوله ساعة مدرس العرب اللي يقوله إيهان والإنجل بتاعكم محرف برضو إيه أقصر إجابة مقنعة أو شافية نحفظها نفتك أقصر إجابة ثلاث أسئلة مين أمتى فين كتاب مقدس محرف مين حرفه وإمتى وفين مين لازم يبقى فيه جريمة يبقى فيه مجرم مين حرفه الأمر الثلاثة فين في مصر ولا في روما ولا في أنطاقيا ولا في أرشاليم ولا في أستراليا مين وإمتى وفين إذا جبت لي الثلاث إجابات أنا هوافقك على إن كتاب مقدس محرف ما جبتش إجابات يبقى سيبلينا كتاب لا أملتش دعوة دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زي ما اسمعنا من حضراتكم القمس داود لمعي بيسأل الأنبا رفاقيل عن أقصر إجابة ورد على من يقول إن إنجيل النصارى محرف فقال له ثلاث أسئلة مين اللي حرفه إمتى حرفه فين حرفه لكن أهم حاجة قالها الأنبا رفاقيل إنه بيقول لو جبتلي الإجابة على الثلاث أسئلة دول أنا هوافقك على إن الكتاب المقدس محرف الكلام دا جماعة كلام عقلاني ومنطقي جدا بالله عليكم اللي يعرف يوصل الفيديو دا للأنبا رفاقيل يوصله أو لو تعرف حد يعرف الأنبا رفاقيل اديروا الفيديو دا واطلب منه إنه يوصله له والأنبا رفاقيل كما تعلمون شخصية ليها وزناها في الكنيسة الأرثوذكسية وكان مرشح لكرسي الباباوية من قبل أنا هجاوب على الأسئلة الثلاثة مرة واحدة عشان إحنا جماعة لو عرفنا مين اللي حرف الكتاب المقدس يبقى بالتالي عرفنا الزمان والمكان مثلا لو أثبتنا إن الأنبا رفاقيل هو اللي حرف الكتاب المقدس يبقى عرفنا وحرفه فين وإمتى لأن لو هو اللي حرفه فأكيد حرفه في حياته يعني في زمن وهو يعني في الوقت اللي هو عايش فيه وطالما إنه هو مصري وعايش فيه ومصري يبقى أكيد مكان التحريف هو مصر يعني معرفة الشخص المحرف معناها معرفة الزمان والمكان صح كده يا جماعة؟ طبعا أدلتي بالكامل هتكون فقط من الكتب المسيحية أول ناس يا أنبا رفاقيل حرفه العهد الجديد هم نساخ العهد الجديد نفسهم الدليل بسرعة أبو عمر بابا النصرة وادرس له كتاب وعنوان مفتاح العهد الجديد بيتكلم في الجزء الأول عن الكتب المساعدة في دراسة الكتاب المقدس فذكر منهم دائرة المعارف الكتابية بصوا جماعة دائرة المعارف الكتابية بتقول إيه؟ نركز بما مع بعض شوية وقد حدثت أحيانا بعض الإضافات لتدعيم فكر لهوتي كما حدث في إضافة عبارة والذين يشهدون في السماء هم ثلاثة حيث أن هذه العبارة لا توجد في أي مخطوطة يونانية ترجع إلى ما قبل القرن الخامس عشر ولعل هذه العبارة جاءت أصلا في مخطوطة لاتينية وليس كإضافة مقصودة إلى نص الكتاب المقدس ثم أدخلها أحد النساخ في صلب النص إذن دائرة المعارف المعتمدة عند الأرثوذوكس تعترف أن النساخ كانوا بيحرفوا في الكتاب المقدس وبيضيفوا فيه نصوص مش موجودة طيب سبب التحريف ده إيه؟ عشان يدعموا بعض الأفكار اللاهوتية كما قالت الموسوعة نفسها يعني الناس دول مش لقيين نصوص تدل مثلا على الثلوث رحوا يعملوا إيه النساخ؟ رحوا حطين النص ويجي النصارة النهاردة يحتاجوا بالنص المحرف ده على الثلوث طيب ناخد مرجع تاني من أهم علماء الكنيسة الأرثوذوكسية في عصرنا هو الأب متى المسكين بيعلق على نص إنجيل لوقى تسعة خمسة وخمسين فبيقول إيه عن النص ده؟ اتفق هنا جميع العلماء وبلا استثناء أن هذا النص أضيف مبكرا جدا بواسطة أحد النساخ لأن النص الأقدم لم يحتويه برضو بواسطة واحد من النساخ هو اللي أضاف هذا النص طبعا ما فيش وقت أعرض كل اللي عندي في هذا الموضوع أنا عندي عشرات المراجع اللي بتقولي الكلام ده لكن أنا بعرض نماذج سريعة إذن النساخ هم أول ناس حرفوا العهد الجديد تاني ناس حرفوا العهد الجديد هم آباء المسيحية نفسهم الدليل أبو عمر عارف يا أنبا رفائي القصة المرأة الزنية اللي حضرتك بتعايت لما بتسمعها ودائما بتقولها في الكنيسة بابا النصارة أودرس برضو في نفس الكتاب مفتاح العهد الجديد بيتكلم عن آباء المسيحية جيروم وأغسطينوس وأمبرسيوس فبيقول إيه؟ ويخشف هؤلاء الآباء عن سبب غياب هذه القصة في بعض المخطوطات الأخرى هو خوف الآباء الأوائل من استخدام القصة كمشجع للإنحلال الخلقي أو أنها ذريعة للإباحية كما يقول أغسطينوس الآباء التلاتة دول كشفوا لنا سبب غياب قصة المرأة الزانية طب إيه هو السبب؟ قالك أن الآباء الأوائل اللي قبلهم خافوا من استخدام قصة المرأة الزانية كمشجع على إنحلال الأخلاق وكمشجع على انتشار الإباحية بين المسيحيين طبعا بابا النصارة وادرس ذكر لنا جزء صغير من الحقيقة اللي قالها الآباء دول الأب متى المسكين كان أشجع منه وذكر لنا حقيقة كاملة تعالوا بقى نكمل الكلام من عند الأب متى المسكين بيقول إيه؟ ويخشف هؤلاء الآباء عن سبب غياب هذه القصة في المخطوطات الأخرى وهو خوفه الآباء الأوائل من استخدام هذه القصة كمشجع للإنحلال الخلقي مما حدا بهم إلى حذفها من بعض المخطوطات الآباء الأوائل عملوا إيه؟ حذفوا قصة المرأة الزانية من المخطوطات طيب تحبوا أن نركز أكتر على الموضوع ونجيب أسماء؟ وعملك يا أبا رفاقيل شفت بعينك خنازير بالطير في الهوى؟ هتقول لي لا، هقول لك لا تعال أنا بقى أوريها لك موجودة في العهد الجديد إنجيل متى إصحح 8 وإنجيل لوقة إصحح 8 وإنجيل مرأس إصحح 5 بيحكوا لنا قصة الرجل المجنون أو الاتنين المجنين اللي المسيح طرد منهم الشياطين وبعد ما المسيح طرد الشياطين أمرهم يدخلوا في الخنازير ولما سمعوا كلامه ودخلوا الخنازير الخنازير دي رمت نفسها في المية وماتت لغاية هنا مفيش مشكلة طيب الخنازير دي لما رمت نفسها في البحر المفروض إن البحر ده تحت الجبل فلما الخنازير تنمي نفسها تنزل في المية مباشرة صح كده؟ بص بقى معايا كده النص بيقول إيه وجاءوا إلى عبر البحر إلى كورة الجدريين إذن أحداث القصة دي حصلت فين؟ في منطقة الجدريين كويس كده؟ بعدها بيقول إيه إن المسيح بمجرد ما خرج من السفينة استقبله إنسان به روحه النجس يعني لابسه شطان طيب فين المشكلة يا أبو عمر؟ المشكلة إن منطقة جدري دي مش موجودة على شطئ البحر أصلا يبقى إزاي أحداث القصة حصلت فيها؟ النص بيقولك إن المسيح أول ما طلع من السفينة استقبله الرجل المجنون في غلطة جغرافية هنا مين بقى اللي خد باله من الغلطة الجغرافية دي يا جماعة؟ أوريجانوس العلامة أوريجانوس أوريجانوس قال لك إيه؟ إيه لعك ده؟ راح أوريجانوس راح معدل على نص الوحي وخلاها مدينة جرجسة لأن جرجسة على البحر معلش يا أبو عمر؟ فين الدليل على إن العلامة أوريجانوس عمل كده؟ التفسير الحديث للكتاب المقدس هو اللي بيقول الكلام ده بيقول إن كلمة جرجسيين ادخلت غالبا بواسطة أوريجانوس لأنه لا جدرة ولا المدينة الرومانية جراسة كانت على شاطئ البحيرة طيب المسافة بينهم قد إيه؟ التفسير الحديث بيقول لك إن مدينة جدرة تقع على بعد ستة أميال يعني عشرة كيلو عن هذا الماء اللي الخنزير وقعت فيه فتخيل بقى ألفين خنزير جيين حيرين طيرين لمسافة عشرة كيلو كده سأف يا جماعة اللي علم أوريجانوس صاحب النظرة الثاقبة اللي خد باله من غلطة الوحي ورح مصحح للوحي في إما الوحي كان غلطان ويبقى كده الروح القدس هو اللي كان بيحرف في نص الكتاب المقدس أو بيكتب معلومات غلط إما كاتب الإنجيل ما كانش بيكتب وحي أصلا وما كانش عارف هو إن هو بيكتب غلط إما الكلمة كانت مكتوبة صح والعلم أوريجانوس هو اللي حرف الإنجيل طيب أوريجانوس يا جماعة عاش إمتى وفين؟ القومة صدرس عقوب ملطي ووفر علينا البحث في هذه المسألة وبيقولك إن أوريجانوس ولد سنة 185 ميلادية ومتوفى سنة 254 ميلادية يعني التحريف اللي عمل أوريجانوس حصل في القرن الثالث الميلادي طيب أوريجانوس ده كان فين في هذا الوقت؟ هو إسكندراني وسافر بعد كده فلسطين وقضى فيها بقية حياته تمام كده أمبر وفائيل؟ طيب كده أنا أثبت لك إن النساخ حرفوا العهد الجديد وبعض أباء الكنيس أيضاً كانوا بيحذفوا من نصوص الكتاب المقدس ما يرون أنه يشجع على الإباحية والإنحلال الخلقي ولعل ما أوريجانوس أيضاً كان بيحرف في نص الكتاب المقدس في العهد الجديد كده الأمبر وفائيل دلوقتي المفترض أنه هو موافقني على إن الكتاب المقدس محرف حسب المعيار اللي هو بنفسه قاله إذا جبت لي الثلاث إجابات أنا هلفقك على إن كتاب المقدس محر أنا هلفقك على إن كتاب المقدس محر المطلوب من الأمبر وفائيل دلوقتي إنه يكون قد كلمته وينفذ وعده أنا هو نفذ طلبك ومنتظرك كمان تنفذ وعدك وتعترف إن كتابك محرف عشان نخلص بقى من القصة دي اكتبونا جماعة في التعليقات هل تتوقعوا إن الأمبر وفائيل هيكون قد كلمته ويطلع فعلاً يعترف بالتحريف ولا هيعاند ويغالد ضميره كالعادة ما تنساش تصلي على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما تنساش تشترك في القناة واتفعل زرار الجرس عشان توصلك حلقاتنا الجديدة وما تنساش تنشر الحلقة دي على فيسبوك وتويتر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته